هل تظن ان هذه الجولة سيزبقها على خلاف ما اعلنوا الروس وخلاف ما يعني ينكروا الاوكرانيون تصعيد عسكاري كبير وعادلة المفاوضات بيحتصى فيها كده صحيح تنتهي الامور بالتوقيع ما بين الرئيسين اعتقد ان الروس هيصاعدوا في مناطق وهيتركوا مناطق لان في صدر بيان بالامس من وزارة الدفاع الروسية بتكلم عن ان محاولة حصار المدن الكبيرة زي كييف او خاركييف او حتى مريبول كان الهدف منها افساح المجال للقوات الروسية والقوات الانفصالية في ضنباص لتحقيق مزيد من الانتصارات وان ده كان يعني اقوم بلد دخان بعيدة حتى تشغل هذه القوات من العمل لكن زي ما قاله استاذ مالك في تقديري الذي يشغل روسيا هو الجزء الشرقي الجزء الشرقي وسيناريو تقسيم اوكرانيا انا في تقديري هو السيناريو الاقرب وهو سيناريو برلين برلين استمرت منقسمة بين الغرب والشرق حتى على الارض الجزء الشرقي في اوكرانيا هو يميل للصخرة الروسية ويميل لروسيا بشكل كبير للغاية علشان كده لو شفنا مثلا مدن زي لافيف كانت ضربة او ضربتين من بعيد بالصواريخ او بالقذفات البعيدة او الصواريخ المجنحة لكن كل العمليات البرية بتتركز بشكل رئيسي اما في دونباس اما في خاركييف الشمال الشرقي او في مريبول او حتى جزء بسيط جدا منها في ادوسة وطبعا السيطرة على خليج كريتش بالشكل الكامل وبحر ازوف انا في اعتقاد هذه المنطقة واضحة جدا لان ما صار العمليات منذ في الاربع سبيع او في الخمسة السبيع اللي فاتوا كانت بتركز على الجزء الشرقي روسيا تريد ان تحقق كل انجازاتها في هذه المنطقة وتضع هذا السيناريو امام الاوكرانيين اما القبول بكل الشروط الروسية وفي تقدير روسيا لا تتوقع قبول شروطها سواء من الرئيس الانسكي او من الاغرب او دعمهم لهذه الشروط وفي الحالة التانية يكون امام روسيا هو فرض الامر الواقع وهو تقسيم اوكرانيا يكون الجزء الشرقي تابع لروسيا يمكن عمل بعد كده يعني استفتاء لهذه المنطقة اما بالانضمام لروسيا او حتى ان تكون هناك جمهورية مستقبلة